ونبقى في الشأن السوري حيث حقق الجيش السوري تقدما جديدا في مخيم حندرات بيري في حلب الشمالي عقب اشتباكات ضارية مع الجماعات المسلحة التي تداعت إلى إعلان النفير العام في صفوفها في الشيخ سعيد ومساكن هنانو والظهراء فيما استهدف الجيش السوري تجمعات المسلحين في الكاستيلو حندرات والليرمون وطال القصف مواقع داعش في حويجة السكر في محيط مطار الزور العسكري كما طال القصف دوما وزبدين المجاورة لحي جوبر الدمشقي بالغوطة الشرقية الذي بات تحت سيطرة النارية الكاملة إلى ذلك احتدم التناحر بين النصرى ولواء شهداء اليرموك في ريف درع الغربي وتحدثت التنسيقيات عن تقهقر النصرى بعد مقتل اثنين من أهم أمرائها وهما أبو زيد الجزائري وأبو تراب الأردني وإصابة أبو ماريا القحطاني